السلام عليكم يعاني البعض من الارتباط بشريك ضعيف الشخصية والذي غالبا ما يكون عبا على الطرف الآخر لا عونا لا ربما يعلم بمشكلته ويسعى لتغييرها وربما أنت من يبحث عن طرق لسقل شخصيته وضبطها في الحالتين احرص أن تبنى تلك المبادرات على الحب والتفاهم حافظ على جو الألف بينكما والذي سيصنع حالة من الثقة ويخلصه من الخجل أمامك ليكتسب المزيد من تقدير الذات الذي يدفعه لتطوير نفسه والسعي ليكون أفضل في هذا الفيديو تابع معي لأقدم لك المزيد من النصائح والطرق الفعالة للتعامل الأمثل مع الشريك ضعيف الشخصية النصيحة الأولى لا تنتقد ضعف شخصيته بطريقة هجومية لا تتبع مبدأ المواجهة الشريسة بطريقة تظهر مدى قبح فعله وصفاته المتخلخلة هذه الطريقة لن تدفعه أبدا لتغيير طباعه وتقوية شخصيته بل سترجعه للخلف أميالا عدة حيث إن وجهة النظر السلبية جدا من أقرب الناس إليه سترسم في مخيلته الصورة المهزوزة التي تظهرها له والتي ستجعله أكثر اكتئابا وامطواءا على ذاته النصيحة الثانية حدد سويا أبرز نقاط ضعفه ضع شخصيته تحت المجهر ابدأ سويا بالبحث عن عيوب شخصيته التي تجعله عاجزا عن مجارات أمور الحياة بالطريقة الأمثل اكشفا عن مخاوفه الحقيقية هل يخاف من مقابلة الناس من المجهول من المستقبل أم أنه يرى عيوبا في مظهره تشعره بالخجل وكأنه منبوذ هذه التساؤلات ستوفر عليكما جهدا كبيرا ستحددان من خلال الإجابة عنها المشكلة بدقة وسوف يسهل حينها عليكم إيجاد الحلول نصيحة أخرى قدم الدعم النفسي وافتخر بإنجازاته البسيطة غالبا ما يرغب ضعفاء الشخصية بوجود كتف قوي داعم لهم لا تبخل بذلك عليه كن خير سند لا استمع إليه وأخبره أنك إلى جانبه دائما تغنى بإنجازاته مهما كانت بسيطة وأظهر له مدى دهاشك بالتغييرات التي يحدثها في شخصيته وطباعه معبرا عن تقديرك لمجهوده النصيحة الرابعة لا تتخذ قرارات حياتكما وحدك حيال أي أمر يعترضكما لا تبادر أبدا بتحمل مسؤوليته وحدك دون الرجوع إلى الشريك فاتخاذك القرارات دونه سيجعله أكثر اتكالا عليك لذا أبقي دائما إلى جانبك حيال معالجة أمور الحياة وتسييرها وترك القرار النهائي له أفسح له المجال ليتخذه وينشغل بتطبيقه النصيحة الخامسة حاول جعله أكثر انخراطا في المجتمع غالبا ما يحاول ضعيف الشخصية تجنب لقاء الناس ويفضل الابتعاد عنهم هنا يأتي دورك شجعه على حضور المناسبات العامة شاركه بها ورافقه إليها لا تسمح له بالانعزال فتعاطيه مع المجتمع سيجعله أكثر انفتاحا وسيتأثر بالحياة التي يعيشها من حوله ويتطلع ليكون أكثر قدرة على مجاراتها النصيحة السادسة احرص على الاستماع له واحتوائه قلة جرأته خوفه من المبادرة وخجله حتما جميعها نتائج خلفتها أسباب عدة تحلى بالصبر وحاوره أكثر لربما تعود مشكلته للماضي السيئ أو لكونه الابن المدلل العديم التحمل للمسئولية أو بسبب مجتمعه المعيق له أخبره أنك قادر على تخطيها طالما هو يمتلك شخصية مستقلة وعزيمة قوية النصيحة السابعة لا تقدم له الحلول السريعة حيال المشاكل التي تعطردكما مهما كانت المسألة بسيطة لا تسارع بإعطائه الحلول السريعة وتركه يعالج أمره وحده إن صقل شخصيته لن يتم إلا إذا بادر بنفسه للاحتكاك بالواقع التفاصيل العملية تلك ستكونه أكبر معلم له بدلا من الكلام الغير طبيعي والغير تطبيقي النصيحة الثامنة حاول إبعاده عن من يحبطه احرص على سحب شريكك من محيطه المحبط أبعده عن أولئك الهدامين والذين دائما ما يسعون لامتقاده أو الصخرية منه هؤلاء الذين يجعلونه يعيش معارك داخلية لا فائدة منها فيفقدوا بذلك حفاظه على توازنه النفسي النصيحة التاسعة تحدث معه عن كل أحداثك اليومية وأشركه بها لا تجعله بعيدا ومستقلا عن أمور حياتكما حاول إقحام شريكك بيومياتك وأحداثها مهما كانت بسيطة تكلم معه عن أدق تفاصيلها خذ برأيه في سياق الحديث هذه الطريقة ستجعله على اتصال دائم بمشاكل الحياة اليومية بطريقة تنمي خبراته فيها أكثر النصيحة العاشرة شجعه على المشاركة في الأعمال التطوعية إن تقديم المساعدة للآخرين يعزز الثقة بالنفس ويشعر صاحبها بفائدة وجوده لذا حاول دفع شريكك للتطوع والمشاركة في الأعمال الخيرية أيضا حاول مشاورته في أمور خبرته والأخذ بنصيحته فذلك سينمي شعوره بالرضى الداخلي لتقديمه المساعدة النصيحة الحادية عشر شجعه على تعلم مهارات جديدة وأحدد سويا ميوله واهتماماته خوفه من الفشل يدفعه أغلب الأحيان لاختصار طرقه والاكتفاء بما يمتلكه دون خوض تجارب جديدة ولهذا اقترح عليه اتقان مهارات جديدة باستمرار وذلك بغط تطوير ذاته وشاركه بها نصيحة أخرى أخبره أن الحياة ليست بالصعوبة والتعقيد الذي يتخيله أظهر له مدى مرونة الحياة قص عليه تجارب البعض ليدرك أن الفشل والنجاح حالتان متلازمتان ومن المؤكد الوقوع في كليهما شجعه انطلاقا من ذلك على خوض المزيد من المغامرات ليفتح الآفاق أمامه ويعيش حياته بأريحية وبأسلوبه المستقل دون خضوع أو تبعية لأحد كانت هذه مجموعة من النصائح والحلول التي يمكن اعتماد بعضها أو أحدها لمعالجة مشكلة الشخصية الضعيفة اكتبوا لي في التعليقات هل هناك نصائح أخرى أو تجارب يمكن اللجوء إليها من أجل حل مشكلة هذه الشخصية إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا أيضا دعم القناة بالضغط على زر الإعجاب الاشتراك مشاركة رابط الفيديو وكتابة التعليقات في الأسفل أما أنا فأراكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله السلام عليكم اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن ترجمة نانسي قنقر